يعاني الشعب السوداني ما بين كل ليلة وضحاها إلى غلاء المعيشة ومن هجرة الشباب إلى الخارج وحتى من أبسط الأشياء التي يحتاجها الإنسان ارتفاع أسعار الدواء في هذه الأيام يعاني الشعب السوداني من ارتفاع كبير جدا في تعرفة المواصلات داخل الخرطوم وأيضا الولايات أنا سوف أختار من السودان وبصفتي المواطنة في هذا البلد أعاني مثلهم تماما هذه المعاناة هي التي جعلتني أشارك في برنامج أنا الشعب الذي يعتمد على أسلوب صحافة المواطن فأردت من خلال هذا التقرير أن أقل إليكم بعض من آراء المواطنين حول هذه الزيادات ومدى تقبلهم إن كان هناك تقبل بالفعل وأيضا يهمني جدا أن أعرف رأي سائقي المركبات حول ما هي الأسباب التي دعت تأدت إلى كل هذه الزيادات فمعا إلى السوق العربي الذي هو ملتقى كل المواطنين عبر هذا السوق يصلون إلى جامعاتهم ومكاتب عملهم وأيضا لشراء حاجاتهم فهيا بنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر